يجسد الدور الإنساني الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم اليمن وتخفيف معاناة شعبه وفاء الدولة لقيمها وثوابتها الأصيلة وإيمانها وفلسفتها الإنسانية الراسخة التي أصبحت نهج عمل لمؤسساتها وهيئاتها الخيرية كافة بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات لليمن 8.63 مليارات درهم خلال الفترة من شهر أبريل 2015 إلى يوليو 2017 منها مساعدات إنسانية بقيمة 2.37 مليار درهم وبلغت المساعدات خلال 2017 ما قيمته 1.39 مليار درهم أي قرابة أربعة ضعاف تعهد الإمارات البالغ 100 مليون دولار في مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في أبريل الماضي وأعلنت الإمارات أخيرا عن تعهد جديد لمنظمة الصحة العالمية بلغ 36.7 مليون درهم لدعم أنشطة المنظمة الصحية في الميدان ومكافحة مرض الكوليرا ضمن خطة الأمم المتحدة للاستجابة في اليمن واستحوذت المساعدات التنموية على 72.4% من قيمة المساعدات بمبلغ 6.25 مليارات درهم وذلك للإسهام في جهود إعادة الإعمار في عديد من المناطق المحررة وتوفير سبيل المعيشة والاستقرار في عديد من المجالات حيث شملت المساعدات المقدمة ما يقرب من 13 قطاعا رئيسيا من قطاعات المساعدات تضمنت 41 قطاعا فرعيا بما يدل على شمولية المساعدات الإماراتية وإحتوائها كل مظاهر الحياة في اليمن بما يسهم في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق المحررة وأقامت الدولة جسرا جويا وبحريا لنقل مواد الإغاثة الغذائية والطبية العاجلة بجانب دعم البنى التحتية لإيواء المتضررين من الأحداث والظروف الطبيعية ويعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن وأسهمت في تقديم المساعدات مؤسسات العمل الخيري في الدولة منها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤسسة خليفة بن زايد النهيان للأعمال الإنسانية مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بجانب مؤسسات زايد بن سلطان النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسلطان بن خليفة النهيان الإنسانية والعلمية وسقي الإمارات والرحمة للأعمال الخيرية وبيت الشارق الخيري وغيرها من مؤسسات وجمعيات الدولة الإنسانية وبلغ عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها الدولة نحو مليون ومئة ألف شخص من أبناء الشعب اليمني وقدر حجم المساعدات بنحو 29 ألف طن فيما وصلت قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها من دبيد الأزمة في مجالات الطاقة إلى نحو 314 مليون درهم فيما بلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم هناك ثوابت إماراتية تتمثل بالقطاعات التالية التعليمية والغذائية والصحية وقطاع الطاقة ودعم البرامج العامة وكان من أبرز قطاعات المساعدات الإماراتية قطاع المساعدات الغذائية والتي جاءت في المرتبة الثانية وهي المساعدات السلعية بقيمة 1.57 مليار درهم وشملت تقديم المساعدات الغذائية في حالة الطوارئ الإنسانية بقيمة 1.12 مليار درهم وقد دابت الدولة على مدية العون للشعب اليمني في مختلف الظروف والمناسبات تنفيذا لتوجيهات قيادتها الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ضبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اشتركوا في القناة